نهاردة كانت الجولة التالتة في السوبر الخاص بكرة السلة بين الزمالك والاتحاد عارفين الاتحاد كسب جولة والزمالك كسب جولة ودي جولة التالتة السوبر بيتلعب زي ما بقوله بيست اوف فايف يعني من خمس جولات استطاع نادي الزمالك النهاردة ان يحقق انتصار تاني على الاتحاد السكندري عشان تبقى النتيجة كده اتنين واحد لصالح الزمالك اللي بياخد تلت جولات من الخمسة هو اللي بيكسب عندهم جولة بعد بكر لو الزمالك حسامها مبروك على السوبر لو الاتحاد سكندري حسامها يبقى اتنين اتنين وتتبقى جولة حاسمة نهاردة الماتش كان في منتهى القوة انتهى بنتيجة اربعة وسبعين تسعة وستين للزمالك حقيقة البداية كانت قوية جدا للاتحاد سكندري وتفوق في الفترة الاولى بنتيجة كبيرة عشرين اتناشر واللي اتفرج على المباراة دي حس من البداية كده ان الاتحاد رايح لحسم الموقع لكن الزمالك نجح في العودة للمباراة انهى الفترة التانية بنتيجة اربعة وتلاتين تمانية وعشرين يعني لعبت الزمالك سجله في الفترة دي اتنين وعشرين نقطة والاتحاد سجل تمن نقط فقط لغير الزمالك واصل تفوقه في اللقاء وانهوا الفترة التالتة لصالحهم خمسين ستة واربعين اتحاد قرب جدا خمسين ستة واربعين لكن الفترة الرابعة كان فيها اثارة جبارة اتعادل الفريقين في النتيجة تسعة وستين تسعة وستين قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة تخيلوا تسعة وستين تسعة وستين وفضل دقيقة اتيحت هجمة للاتحاد سكندري لو نجحوا فيها كانوا حسموا لم ينجحوا في الاستفادة منها بينما المحترف الامريكي والتر هوتش نجح في تسجيل ثلاثية رائعة بمهارة خاصة جدا ليضع الفريق الابيض في المقدمة بفارق ثلاثة نقاط ورجع تاني سجل نقطتين من رميتين حرتين ليوسع الفارق لخمس نقاط وينهي المباراة لصالح نادي الزمالي